سأبدأ من كلام السيد نصر الله بالأمس ما يتعلق بالحكومة تحديداً انطلاقاً كما ذكرنا في المقدمة من كل الاستحقاقات التي تنتظر هذه الحكومة دعوا حكومة دياب تعمل وأوقفوا التحريض لكي تعطى هذه الفرصة التي تستحقها ألا تستحق فعلياً برأيك حكومة الرئيس الدياب أن تعطى فرصة قبل أن ترجم بحجارة المعارضين أولاً حكومة حكومة دياب هي حكومة قائمة وهي حكومة تعمل وهي حكومة لديها السلطة ولديها صلاحيات وتمارس صلاحياتها مسألة معارضة الحكومة ليس تحريداً بالإذن من السيد حسن نصر الله المعارضة معارضة وهذا حق طبيعي لا يحق لأحد أن يمنع اللبنانيين أي لبناني أن يعارض حكماً أو حكومة أو يعارض شخصية سياسية أو يعارض مجلس نواب أو مجموعة نواب أو أي شيء الموضوع ليس تحريداً أن تعارض أنت لا تحرد أن تتحدث عن هذه الحكومة بلغة المعارضة نظراً لطبيعتها يعني الطبيعة اللي واضحة أنها طبيعة مستفزة بشكل أو بآخر هذا أمر ليس التحريد ربما من باب اعتبار البعض أنها حكومة حزب الله وهذا الأمر سيستدبع ردوداً ومواقف قاسية دولياً فيما لو فعلاً وصفت أنها حكومة حزب الله المجتمع الدولي لا يحتاج إلى اللبنانيين وإلى الإعلام اللبناني وإلى الأصوات الحرة في البلد لا يحتاج إليها لكي يتبين بأن هذه الحكومة هي حكومة حزب الله بالمعنى العام هذه حكومة منبثقة من أكثرية نيابية يقودها حزب الله هي أكثرية 8 أزار التي حزب الله هو العماد الأساسي لأله وهو دعمتها الأساسية في البلد طيب على كل هذا ليس تحريداً هذه حقائق وهذه وجهة نظر أما الاعتبار أن يعتبر حزب الله أن هذا تحريد سيد حسن صلى الله لا ما عليش هذا ليس تحريداً ويحق للجميع يحق لنا ولأي شخص أن يقول رأيه فيها المعارضة هي حق بكل نظام ديمقراطي وأنما استزعالي وكل بيعرفوا أنه شو هي الحكومة بيعرفوا أعضاء مين وأعضاء وين موجودين ولكن نحن اليوم في ظرف أكثر من استثنائي وفي ظرف أكثر من خطر وأكثر من حرج هل من خيارات أخرى بديلة عندما نعارض ما المطلوب أن يبقى البلد بدون حكومة يعني اليوم فيما لو لم تكن هذه الحكومة موجودة هل كانت لتكون حكومة أخرى قائمة وقادرة وناجحة وبإمكانها أن تنقذ البلد لذلك اليوم المعارضة يفترض أن تكون بنية أو أن تمتلك على الأقل خيارات أخرى في هذه المرحلة وإلا ما الفائدة من المعارضة فقط للتصويب ولمنع هذه الحكومة من العمل أنت عارفاني أنه ما في تحريد أو ما في معارضة فعلية للحكومة من القوى التقليدية السياسية يعني لا تير المستقبل للحزب التقدم والاشتراكي ولا حتى حزب القوات اللبنانية اللي عارضوا طبعا ما عطوا ثقة ما عم بهاجموا الحكومة بشكل فوق العادي بتلاقيه أنه يعني منقطع النظير وما له سابقة ما في ضغط بهذا المعنى لا بالعلن ولا بالسر بالعلن لا ولكن سرا لا لا هني معارضين بس أنه الموضوع ما فيه ما بده سر حدا خيفين من حدا بالبلد في معارضة جدية لهذه الحكومة في الشارع في رأي عام بالبلد رأي عام بيعتبر أن هذه الحكومة لا تلبي طموحاته هي محاصصة جزئية يعني وليست محاصصة بين الكل ناس دهروا ناس بقيوا بس اللي بقيوا عملوا نفس رجعوا نفس تركيبة الحكومات ليس لا يكفي أنك تسمي أشخاص غير حزبيين أو مش حطين الزر مثل الحزبة لا تقول أنه أولاق مستقلين ليسوا مستقلين هؤلاء تابعين لقوى سياسية وواضحة المعالم وما بده ميني بينا لأنه هي مبينة حالة طيب هذا ليس تحريضا هذا يعادة حقيقة اثنين الخارج لا يحتاج إلى المتظاهر اللبناني أو المحتاج اللبناني ولا إلى الأحزاب المعارضة التقليدية اللي خرجت من الحكم ما أنه محتاجة ليعاية صحيح ولكن اليوم الداخل يسهل عمل الخارج عندما ينضم إلى هذه الجوقة بس لا بل ننضم هذا بلدنا أن نقل رأينا بس أنا قلت لك أننا بمرحلة استثنائية وليس هيك البعض يسأل بها الظرف بالذات هل من مصلحة البلد أن لا يتعاون الجميع بس كان من مصلحة البلد للإنقاذ كان من مصلحة البلد أنه المن ألفوا هذه الحكومة وهي قوة معروفة أساسية أن تذهب إلى محاولة تأليف حكومة بشكل أفضل من تأليف هذه الحكومة أولا الاتيان بسيد بالبروفيسور أو الدكتور حسين دياب شفنا كيف أتى والطريقة التي أتى بها والإطار اللي حصل على كله هو قانوني بإطار الدستور هو يعني ما حدا بيقدر يقول أنه غير قانوني ما حصل العديد من الوزراء الذين تم تعيينهم هم وزراء جيدون في المبدأ إنما هؤلاء يعني هن برافونات أو واجهات لقوة سياسية ديار وطني الحر حسب الله حركة أمان بس يستحقوا فرصة صحيح يعني هذا رأي طبعا أخذين فرصتهم بكل الأحوال أخذين فرصتهم مش سألين على حدا وماشيين ما هيك اليوم هذه القوى تدعم هذه الحكومة عطتها أكثرين في المجلس النواب هي حميتها حميتها بالأمن وحميتها بالسياسي وأنا بتقديري مع فرصتها خلينا نشوف إداءة بكل الأحوال لكن أن يمنع الناس ويمنع المعارضون من الكلام ويقال أنهم يحردون فهذا أمر غير مقبول وهذا أمر إذا الحكومة بدأت تشتغل ستشتغل وطول عمر الحكومات على مدى تاريخ مش لبنان وخارج لبنان هناك معارضة هناك مولاد في ناس بره وفي ناس جوه وفي ناس معارضين وفي ناس لك معارضين على القطعة اليوم الدعوة إلى فصل الصراع السياسي عن معالجة الملف الاقتصادي لأنه نحن بهذه المرحلة ونرجع نعيد هل مرحلة الوضع الاقتصادي هو الأهم هل هذا ممكن برأيك وجد نظر لأهل سيد حسن نصر أن نفصله الاقتصاد هذا الفصل ممكن عمليا لا ممكن لأنه جزء أساسي من أزمة الاقتصادية في لبنان هي اللعبة السياسية الداخلية هي من يمسك القرار في البلد من يحكم لبنان من يحكم لبنان واضح مش أنا عم بيخترعه مش المتظاهرين عم بيخترعه ومش المعارضة التقليدية عم تخترعه من راسها من يمسك لبنان هو طرف واحد كبير أساسي مهيمن على القرار اللبناني ومش سألين عن رأي الآخرين فيما يتعلق بإداءه وبسلوكه اللعن سألين اليوم معارضة ما هني هلأ من يومين ثلاثة صاروا معارضة لطالما كانوا شركاء لا يمكن تحميل المسئولية لطرف واحد أنا ما عم دافع عنه أنا بقول أنه هني أسهموا خلال السنوات القليلة الماضية حتى الأمس القريب حتى الأمس القريب ساهموا الأطراف الأساسية التي دخلت التسوية الرئاسية ساهموا بخلق نوع من نواجهة وطنية عامة لحكم ما كان بإيدهم منهم حكمين للبلد كانوا كانوا عاملين واجهات حاولوا يفوتوا على قاعدة أنه إذا كنا جوا أفضل من أنه نكون بره كي يبقوا مستفدين خلينا نقول بحسن النواية من مغانم السلطة خلينا نقول بحسن النواية أنا بدي أحكي بحسن النواية ما بدي أتهم قبل بدي أحكي بحسن النواية أنه كانت نظرية أنه إذا كنا جوا فينا نعمل شيء من التوازن من داخل السلطة مع القوة المهيمة يعني اللي هي حزب الله طيب بس هذا كان أولاً كان أحلام لأنه لما رحنا على التسوية رحنا انتخبنا رئيس جمهورية من فريق المنتمي الذي ينتمي الذي يقوده حزب الله بشكل أو بآخر إلى فريق إقليمي تقوده إيران ورحنا على أنون انتخابي عملياً كان واضح أنه رح يسلم البلد لأكترية ينقل الأكترية من مكان إلى مكان آخر وإضافة إلى الإداء خلال كل هذه المرحلة أوكي صار فيه ارتكم بالخطأ وبالآخر ظهروا من الحكم يعني الرئيس سعد الحريري ظهر من الحكم هو معايك صارت يعني كان بيقدر استناداً إلى رغبة حزب الله حزب الله ما كان بدا تسقط الحكومة تذكري وسيد حسن نصر الله أول مرة أو تاني مرة طلع بخدمات أنه لا يريد تغيير الحكومة لا يريد إسقاط الحكومة ورجعوا حاولوا يعيدوا الرئيس سعد الحريري الرئيس سعد الحريري ما كان قدر يكمل لسبب واحد بسيط بيئة رئيس سعد الحريري ما نماشي بهالتسوية ما مشت أساساً وبالانفجار الثورة 17 تشرين ما عاد بإمكانه يكمل بهذه التسوية ما عاد في مجال أنك تأنعي حداً بهذه التسوية الرئاسية بهذا الوضع الكله حسناً فعل بأنه خرج من هذه التسوية وبتأديرك لازم أيضاً أن لا يكون الموضوع هو مقتصر فقط على العلاقة مع الطير وطني الحر الأستاذ جبران باسيل فخامة الرئيس الرئيس الجمهورية الموضوع هو أوسع من هالشخصين مع حزب الله تحديداً مشكلة مع حزب الله أكيد رح أعطيكي مثلاً صغير بسيط سيد حسن ناصران عم بيقول أنه نحن سيد غنى ولا سيد فقر إذا بتقولوا أنه حزب الله هذه حكومة حزب الله لكن أنتم تقولون ذلك تريدون تأذون عم تأذوا لبنان حكومة لبنان في المحافلة الدولية والمحافلة العربية هذا شو معناته هذا اعتراف صريح من حزب الله أن صورته وأن وجوده بهذا الشكل طبيعة تحركه وطبيعته السياسية داخل التركيبة اللبنانية مؤزية للبنان في الخارج لا يعني اليوم صراع المحاور ليس سرا يعني مش بالضرورة أن يكون اعتراف بشيء غير معروف معروف أنه في قوى اليوم دولية تستهدف حزب الله بس صراع المحاور إذا حزب الله إجا طلع ببرنامج قال تعوى يا لبنانيين يا أطراف آخرين خلال حيد لبنان حيد لبنان مزبوط هذا النائب النفس طفجليطة وطفنيصة منحطه بالبيانة الوزاري منقول للنائب النفس وعدم التدخل في شؤون الآخرين بالآخر منعرف شو عم بيصير بيروحوا على نائب النفس حقيقي وتحييد لبنان ليه ما بيتحييد لبنان يعني هل هو ممكن ألا يندرج أيضا بإطار الكلام غير القابل للتحقيق ليش غير قابل للتحقيق لا يمكن لبنان أن يكون جزيرة معزولة لا عن محيطه ولا عن كل سراع المحاور الإقليمية والدولية لا قدر نحن عنا طرف واحد ما نمحيادين تجاهه هو إسرائيل فيما يتعلق بالبد المتعلق بلبنان يعني في اعتداءاته وفي تجاوزه للألف وسبعمائة واحد فيما يتعلق بلبنان بس عدا ذلك نحن شو بيعنينا نحن صراع المحاور بين إيران وبين العرب نحن لازم نكون براته موضوع إسرائيل أنه نحط مثلا تمثال القائد السابق سليماني قاسم سليماني على الحدود هذا شو بيقدم هذا بيأخر ولا بيقدم بأضايا لبنان أنه بنتيجة هذا قائد إيراني هذا ما أنه قائد لبناني مع شو إنه احترمناه حبيناه وما حبيناه مثلا هذه مسائل أساسية مواصلة حزب الله في التدخل وفي الحرب في سوريا هذه لازم توقف كات من زمان لا بالعكس إذا كان حزب الله يريد فعلا أن يخدم لبنان عليه أن يأخذ لبنان ويصب ويكون هو رأس حربي بتحييد لبنان تحيادا تاما عن صراع المحاور يا أخي ما حدا عم يقول روحوا على السعودية وعلى الخليج بس ما تخذنا على إيران ما حدا عم يقول نصفي هون جزيرة أمريكية جزيرة أمريكية ضد إيران بس هل فعلا أيضا يعني الطرف الآخر المقابل هو عازل نفسه عن الدول العربية عن المملكة العربية السعودية وعن الأمريكيين هل هذا تحقق من جهة لكي نطالب به من الجهة الأخرى أنا وجهة نظري خطوة إلى الأمام في هذا الشأن من حزب الله تدفع الجميع إلى خطوة تجاهه وتدفع الكل إلى الحياد أو إلى المحيادين شو عم بيحكوا يعني آخر ثلاث سنين مين شفنا عم بي داخل منخرط في الصراع سعد الحريري كان منخرط بالصراع أبدا كان محيّد حاله ومحيّد ومطلع كلمي حتى طيار المستقبل مطلع أولا كلمي